بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو النهاردة عني. ازاي تزود عمر البطارية بتاعة الايفون وخصوصا الناس اللي البطارية بتاعتهم تحت الثمانين في المية يعني انا البطارية بتاعتي اه حوالي حاجة والستين البطارية بتاعت السبعة والستين لكن باستخدم حاجات تزود عمر البطارية ومش بتخلي الموبايل يفصل بسرعة. اول حاجة وهي ان احنا نافل الشعارات اللي هي بتاعت قبل اللي هي اه بتبقى اقتراحات مش شعارات بتاعت البرامج. يعني شعارات ملهاش لازمة. ندخل على وبننزل تحت هنا عند الاقتراحات من قبل. بنقفل دول كلهم. تاني حاجة بنخلي تحديث البريد يبقى كل ساعة. بنرجع ورا. بنضخل على البريد اللي هو تاني واحد ده. وبعدين بنضخل على الحسابات. ببيانات جديدة. بنخلي دي كل ساعة عشان ما استهلكش البطارية دايما طول ما انت مشغل نت. تالت حاجة هنقفل الاهتزاز لان دي اكتر حاجة بتقلل عمر البطارية. بنرجع ورا. وبنروح هنا عند الصوت والحس اللامسي اللي هو الاهتزاز. بننزل تحت. بنقفل دي. هي بتبقى مفتوحة بنقفلهم. هممكن تشغل اللي هي في النورة الصامت عشان لو انت بتعمل مبايلك صامت. ورن عليك اللي يحصل هزة وتعرف ان حد بيرن عليك. بنضخل على استجابة لوحة المفاتيح. بنلغي هنا برضو الحس اللامسي. وممكن برضو تقفل زبزبات النظام اللي هي اخر واحدة دي. عشان ما يعملش اه على طول اهتزاز. رابع حاجة هنلغي تحديس البرامج في الخلفية. بس هنخلي يعني البرامج المهمة زي الواتساب مسلا عشان بيجي لك فيه شهارات دايما. بنرجع ورا وبننزل تحت عند الاعدادات. العين. وبعدين تحديس التطبقات في الخلفية. ومن هنا بتخليها واي فاي بس. عشان لو انت بتستخدم الشبكة الخلوية والشبكة البيانات يعني. بيبقى الاستخدام اكتر في عمر البطارية. انت ممكن تخليها في الواي فاي بس. وبعدين من هنا بتقفل البرامج اللي ملاش لازمة يعني مسلا ده. عنا بقفل كله. ونخلي الواتساب مسلا او التليجرام لو انت عايزه برضو. بنخلي الواتساب مسلا. وبنقفل كل البرامج. خمس حاجة وهي ان احنا بنفعل نمط البيانات المتخفض. بنرجع ورا. بنروح للبيانات الخلوية. هي دي. وبعدين بنروح تاني واحدة. بنخلي نمط البيانات المتخفضة هنا متفعل. وده للناس اللي بتستخدم بيانات دايما. عشان البيانات بتقلل من عمر البطارية بطارية غبية. وبالذات لو انت عامل فردية. السادس حاجة وهي ان احنا نقفل عن البرامج اللي احنا مش بنستخدمها. او ممكن تفيلها كلها لو انت مش لازمك يعني. بنرجع ورا وبننزل تحت كده. الخصوصية والان. وبعدين خدمات الموقع. ممكن تفيلها هنا خالص من كده. او ممكن مسلا انت شوف البرامج اللي انت مش بتستخدمها. يعني مسلا برنامج ده. مش لازم يكون آآ عارف الموقع بتاعك. فانت بتعمل مطلقا. كده مش هستخدم بتاعك. ممكن تفيل ده برضو. بتختار كل البرامج اللي انت مش عايزها. وبتفيل عنها. السابع حاجة وده حاجة بداية هي انك توطي الوضاعة بتاع الايفون. عشان برضو الوضاعة بتستخدم بطارية كتير. ممكن تقليلها من هنا. وحاجة تانية برضو انك تخلي الموبايل بتاعك داكن مش فاتح. لان الفاتح دايما على طول بيستخدم البطارية كتير. فاحنا بنخليها داكن. لان الفاتحة بتستخدم طاقة كتير. تامن حاجة برضو ان احنا ممكن نعمل نمط الطاقة المتخفض في البطارية. بنروح على البطارية. وبعدين بتعمل نمط الطاقة المتخفض من هنا. وده بيتزود البطارية لو البطارية بتاعتك مسلا وصلت لعشرين في المية وانت برا. حاول تستخدم ده او مسلا لو بايلك زي حالاتي ممكن تستخدمه من مسلا من اربعين في المية او خمسين في المية عالي. ده مش هيخلي الموبايل بتاعك يفصل بسرعة. تسع حاجة وهي انك تغفل الاشعارات عن البرامج اللي انت مش بتستخدمها. بنروح الاشعارات من هنا. ونشوف مسلا البرامج اللي انت مش بتستخدمها زي مسلا برنامج الكرة ده. بنغفل الاشعارات عنه. ممكن برضو ده نغفل عنه الاشعارات بنستخدمه. بتغفل انت عن كله. تمام? بتخلي مسلا الواتساب التليجرام الكلام ده كله اخر حاجة وهي انك ممكن تقلل بتاعة الايفون اللي هي الحركة اللي هي زي دي مسلا بنروح على تسهيلات الاستخدام بعدين الحركة وبتفعل دي وممكن تفعل دي برضو ممكن تقفل دي تشغيل معاينة الفيديو ممكن تقفلها يعني بص الاختلاف مش بيعمل ببابل المنظر ده انت هتحس ان الحركة قلت من الاستخدام بس هتتعود عليها بس ده بيزود من عمر البطارين قررت عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو تشترك في القناة وتشوف بقى الفيديو ايه